رغم استمرار الفجوة في الأجور والمناصب بين الرجال والنساء، النساء اليوم أغنى من أي وقت مضى، فيما الثروات خلال السنوات المقبلة ستكون بشكل أساسي في أيدي نساء. هذا ما خلصت إليه مجموعة من التقارير التي توقعت أن يزداد تأثير النساء بشكل كبير في عالم الثروات. مجلة إيكونوميست لاحظت أن خمسة نساء فقط كنا بين أغنى مئة شخص في العالم عام 2000، وفي العام الحالي هناك عشر نساء بين أغنى مئة شخص. ثروات النساء ستبلغ 72 ألف مليار دولار في عام 2020، ما يمثل 32% من إجمال الثروات مقارنة بـ 28% في عام 2010. العوامل التي تصنع هذه التغييرات ارتفاع حصة المرأة من سوق العمل وتراجع التمييز في الميراث بين الجنسين وسياسة مكافحة التمييز والإصلاحات كالتي تشهدها السعودية في منطقتنا والتي ترفع القيود عن مشاركة المرأة الكاملة في الاقتصاد وتفتح الباب بالتالي أمام صناعات الثروة.